السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبة وطالبات مادة Micro Economics أي الاقتصاد الجزئي معكم إبراهيم نديم من موسى أكارمي سندرس سويا هذه المادة بإذن الله من خلال كتاب Survey of Economics أي مبحث في علم الاقتصاد Principles, Applications and Tools مبادئ وتطبيقات وأدوات في هذا الفيديو هنبدأ مع بعض بشرح Chapter 1 الفصل الأول بعنوان What is Economics تعريف بعلم الاقتصاد ما هو علم الاقتصاد سيقوم الفصل الأول بتغطية النقاط التالية في النقاش النقطة الأولى What is Economics أي ما هو علم الاقتصاد تعريف بعلم الاقتصاد النقطة الثانية The Three Economic Questions الأسئلة الاقتصادية الثلاثة المشهورة اللي بتبدأ بWhat, How and Who هنتعرف علوم سويا النقطة الثالثة The Economic Way of Thinking هنتعرض للطريقة الاقتصادية في التفكير أو كيف يفكر العلماء علماء الاقتصاد يعني في حل المشاكل والقضايا الاقتصادية والنقطة الرابعة وهي مقارنة ما بين علم المايكرو ايكوناميكس والماكرو ايكوناميكس مايكرو لما أقول مايكرو ايكوناميكس يعني علم الاقتصاد الجزء أما ماكرو ماكرو ايكوناميكس يبقى بتكلم على علم الاقتصاد الكلي بداية قبل ما نتعرض لمنقشة النقاط الواردة بهذا الفصل هو الفصل الأول يجب التفرقة ما بين المصطلحات الاقتصادية الخمسة الوارئ الماثلة أمامنا مصطلح ايكوناميكس وايكوناميكس 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 بالنسبة للمصطلح الاول وتعني علم الاقتصاد وعندنا طبعا كذا فارع من علم الاقتصاد مثلا عندنا المايكرو ايكوناميكس وعندنا الماكرو ايكوناميكس مايكرو اقتصاد جزئي ماكرو اقتصاد كلي الكلمة الثانية وتعني الاقتصاد اي حالة الاقتصاد في بلد ما او دولة ما زي ما اقول اقتصاد الولايات المتحدة او اقتصاد مصر الكلمة الثالثة economic هذه adjective هذه صفة وتعني اقتصادي زي ما اقول the economic system يعني النظام الاقتصادي او اقول the economic activity اي النشاط الاقتصادي الكلمة الرابعة برضو تعتبر adjective economical ومعناها اقتصادي بمعنى موفر زي ما يكون عندي سيارة موفرة في استهلاك الوقود فبقول عليها economical car واخيرا الكلمة الخمسة economist وتعني عالم اقتصاد مثلا زي adam smith was an economist adam smith يعتبر عالم اقتصاد